بعد الزيادة اللي حصلت في زيادة جاية تاني مع اول السنة وده يخلنا ناس كتير جدا تفكر في المستعمل بقى بعيدا بقى عن جوه جديد لان الاجهزة سعرها اه رفع بشكل ملحوظ عايز اقول لك ان انا ان شاء الله بنجهز كده الفيديو رايق وحلو شتريت التليفون ده من على اه اوليكس وهنتكلم كان تليفون مستعمل ونتكلم عن كل حاجة اه بالتفصيل فمش عايزك تفوت الفيديو ده عليك لان ده فيديو اه رايق وكمان عايز اقول لك ان شركة شاومي بتلعب ق قوي على حتة القيمة مقابل السعر بالذات وبالتحديد بعد زيادة الاسعار اللي شفناها تليفون نتكلم عن النهاردة البوكو ام فور فايف جي بعد النجاح الكبير اللي حقيقته في البوكو ام سري في مصر الجهاز ده نازل ولكن امدف العسوية المصرية انا مش متأكد بس الجهاز ده ان شاء الله نازل بشكل مؤكد اه لمصر الجهاز بقدم لك مواصفات قوية جدا مقابل سعر اللي يصدق اطلاقا ولكن قبل من نتكلم في اي حاجة حاجة فكرك باللايك تشترك في القناة وتفعل الجر عشان تعمل معي كل جديد وخلينا كده نتكلم عن تصميم الجهاز اللي جاي من البلاستيك مع شكل كاميرات مختلف عن البوكو ام سري كاميرا اوحادية فوق مع نفسها وباقي الكاميرات تحت بشكل لطيف ولكن يعني الشكل المعتاد من بوكو الشريط العريض مع كلمة بوكو بالعرض عشان تبسك التريفون كده اللي يشوفك يعرف انك معك تريفون من بوكو انا مش فهم بصراحة ايه الفكرة من الخط العريض ده مع الحجم ده كله ولكن ما علينا دور الجهاز اكيد جاي من البلاستيك في التسعير ده لان الجهاز جاي فيها متوسطة او فيها كمان اقتصادية مع فرين برضو من البلاستيك مع وزن مية خمسة وتسعين جرام وعايز اقولك ان الجهاز ده مقاوم للماء بمعيار اي بي تلاتة وخمسين ده معنى انه مقاوم لرزاز الماء وده ممتاز جدا ان نلاقي مقاوم لرزاز الماء في التسعير ده تعالى كده بقى ننقل ونتكلم عن الشاشة الشاشة في صراحة جاية مميزة اي بي اس ده طبيعي متوقع في التسعير ده حجم ستة وستة من عشرة بوصة بدقة بكسفة بكسل تلتمية تسعة وتسعين بكسل لكل بوصة ده شيء ممتاز جدا كسفة بكسلات عالية مقابل حجم ممتاز فانت هنا بتاخد تجربة بصرية ممتازة جدا من التليفون ده او من الشاشة دي بالتحديد معرفة تسعين هرتز ومعدل لمس امتين واربعين هرتز مع الديناميك سويتش اللي بيتيح ليك التبديل التلقائي او للتليفون التبديل التلقائي من تلاتين لخمسين لستين لتسعين هرتز بدون ما انت تتدخل عشان يعمل على توفير الطاقة مع تقنية جديدة ع عجبتني جدا موجودة في الجهاز ده اسمها والتقنية دي موجودة للشمس انت لو في الشارع او في اضاءة مرتفعة التليفون بيتأقلم اه وبيأقلم الشاشة على رؤية تحت عشاية الشمس فبيديك رؤية ممتازة مع تقنية دي سي اي بي سري ودي بتتيح ليك تجربة افضل لرؤية المحتوى المعروض على الشاشة مع طبقة حماية من كوردن جوريلا جلاس سري وانا عايز قولك بصراحة ان الشاشة هنا من اقوى مميزات التليفون انت بتتكلم في امكانيات ممتازة جدا ومواصف ممتازة في الشاشة مقابل السر لو اقولك الايه بعد شوية استنى انت رايح في انت هتجري كده تعرف السيار طب مش عارف بقى المواصفات تعالي اتكلم على الكاميرات واللي همنا فيهم الكاميرا الرأسية والالترا وايد الكاميرا الرأسية جاء بدقة خمسين ميجا بيكسل فتحة عدسة اف وان بوينت ايت وده اللي همنا فتحة العدسة اهم من عدد الميجات فتحة العدسة هنا ممتازة في تجميع الضوء وهتديك صور ممتازة جدا سواء بالنهار او بالليل مع كاميرا اه س ده جاي بمعالج دايمانستي تمنمية وعشرة وطالما اسمعت دايمانستي تمنمية وعشرة تعرف على طول ان المعالج ده فايف جي وبيعمل معمارية ستة نانو متر مع معالج رسومي من مالي جي اتنين وسبعين ام سي تو معالج رسومي برضو قوي في تشغيل الالعاب ومعروف وغنى التعريف المعالج ده بيشتغل بتردد بيوصل لتنين واربعة من عشر جيجا هرتس بالنسبة للرام والروم فالجهاز يكون فيه منه نسختين نسخة رام اربعة ونسخة رام ستة من نوع مع تقنية توسيع الذاكرة عشان يطيح ليك توسيع الرام يعني استنادا على الروم فبيخليلك الاربعة دي ستة او تمانية يو بيخليك التمانية ممكن توصل لحد انوشر وده حركة سائعة كنا بنعملها زمان في في سي لو تفتكر ايه موجودن valuments في التلفونات اما ان الروم او مساحة الداخلية فهي مية تمانية وعشرين او او اkapد وستين من نوع And I can say one of absolute stuff and I can say dosage i of 2 وبصراحة انا شايف ان حتى الان المواصفات الجنونية Surveat it's 2 point two مع subs with the s with the sользotٹ which i цел شاومي انت عظمة. بتعرف تلعب قوي على قيمة مقابل السعر. ولكن بترجع تقفلك بالسوفتوير الغشيم العقيم بتاعها. اللي بيخلي المعالج مش قادر يشتغل بكامل طاقته. لا لا خلينا بس نتكلم الاول على البطارية وشوية الاضافات وبعد يتكلم على جزئتي في اخر الفيديو. البطارية جاي بسعة خمس تلاف ميلي امبير مع شحن سريع كويس جدا تلاتة وتلاتين واط. وبالنسبة للاضافات فالجهاز جاي استيريو سبيكر وده شيء مش جديد عليها شاومي لو حتك عملت جهاز بتلاتة جنيه هتحط لك استيريو فيه ما تفهمش ازاي مع بصمة جانبية مع دعم الجهاز الان فسي مع اي ار بلاستر اللي هو بيخليك تتحكم في الاشياء عن طريق بالمناسبة صح في ناس كتير بتسألني بتقول لي يا هو الان فسي ده يعني هل في فعلا الناس كتير مش عارفة وظيفة الان فسي لو فعلا في ناس محتاجة نعمل فيديو لان انتاج الفيديو بيتعبني وبياخد وقت احنا ممكن نجيب اي مسلا مكنة معينة فوري او امان اي ان كان النوع المكنة وتكون بتدعم الان فسي ونجيب تليفون في ان فسي ونجرب التقنية ده قدامكم واقول لكم اي 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 وصفتها وازاي تستخدمها بس عمل الفيديو ده هتوقف على عدد التعليقات او على عدد الاعجابات اللي جاء للتعليق لطلب ده لان زي منتلك انتاج الفيديو بياخد وقت وبيتعبني تعال بقى نتكلم عن سعر الجهاز اللي هيجي بمتين وتلاتين دولار لاقل نسخة يعني ما يعادل تلات تلاف وستمائة جنيه مصري انا بصراحة شايف ان السعر ده مقابل المواصفات الجبارة دي ده شيء عجيب ولكن هو مش جيد ابدا على شاومي لان شاومي كتير بتفاجئنا بالاجهزة اللي هي بتنزيلها مقابل التسارات الجبارة شركة شاومي خدت الاولى في العالم دولاتي في الانتاج وداخرت موصوعة جينيس الارقام القويسية وعدت قابل و سامسونج و اوبو في صناعة الهواتف وهي على اعتاب ارقام بسيطة جدا وتتصدر اه اوبو في مصر وتبقى هي رقم واحد في المبيعات في مصر ولكن اللي بيميز اوبو عن شاومي بصراحة عشان نكون نواضحين السوفت وير والاستقرار استقرار شركة اوبو ممتاز جدا بعكس شركة شاومي محتاجة تشتغل اكتر على السوفت وير لان بصراحة السوفت وير بتاعها في حاجات يعني ملهاش اي لازمة ولكن هي موجودة ابسطه من الانيميشن انا تجريبتي مع المي اس ري من شاومي في الاندرويد الخام كانت فائقة الامتياز يا سلام بقى لو سيركت شاومي تنزلنا جهاز الفترة دي باندرويد الخام اولا الاندرويد الخام بيجي اصلا ابيض معلوش اي تطبيقات زادة ولا اي حاجة غير البرامج الاساسية وده بيطيح للمعالج ان يشتغل بكفاءة اعلى البطاريات يشتغل بكفاءة اعلى انما السوفت وير بتاعت شاومي مع البرامج اللي انزل بالاكبار على الواجهة بتاعت شاومي بيقصر من عمر البطارية مع الاستهلاك اليومي تطبيقات شغالة في الفاخير فيها بتاخد البطارية المعالج ما بدارش تعمل بكامل طاقته لان فيه واجهات وحاجات مطلوبة منه ان يعملها فانا شايف ان تجريبتي الاندرويد الخام افضل تجربة لاجهزة شاومي ولا انت رأيك بتفرج وخلاص مش شارك كده برأيك في تعليق كده وتثبت وجودك وانا انا كده هتجربتك مع جهزة شاومي هتعمل ازاي وبس كده هتيجت كل حاجة في فيديو النهاردة اتمنى اكل الفيديو افادك وعجبك فالاو الفيديو عجبك شير لايك سبسكرايب واكلا لعدة يا شباب نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد سلام